موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته حياكم الله مشاهدي برنامج أخباركم أخبار جديدة محلية نقولها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي حياك الله أخي سلمان حياك الله خالد وحيا للسادة المشاهدين في رصد إخباري جديد نبدأه بالعنوي الباحث السعودي عامر العسيري يوضح لأخباركم حقيقة تكريمه في أمستردام أزمة تأخر رواتب موظفي مستشفى الأفلاج تتفاعل باستقالات جماعية والمستشفى بلا حراس أمن السجن عاماً وخمسمائة ألف ريال غرام لممارسات الاحتيال على الشباب بمواقع التواصل ورجل أمن يخاطر بحياته وينقذ ستة عشرة طبيبة من حريق اندلع بإسكان مستشفى بالخرج الرياض وجدة تهدران من حياتك ثمانية وثمانين ساعة سنوياً عاد ما علي الشيومين هذه قوية شوية أكثر من روشين ساعة كانت هذه أبرز العناوين إلى الأخبار الآن نتفصيل ضمن حملة للتعريف بتنوع المدينة الثقافي نشرت بلدية مدينة مستردام الهولندية صوراً للعديد من الأجانب الذين يعيشون فيها واحتضانها لرعاية مائة وثمانين جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم في مبادرة نفذتها عدة جهات وظهر من ضمن الأفراد الذين تم التعريف بهم في الحملة الشاب السعودي عامر عسيري الذي تم تداول صورته مع ثمانمائة صورة لأجانب آخرين من جنسيات مختلفة غطت صورهم أنحاء المدينة في شوارع مستردام كجزء من أهداف الحملة في التعريف بالأجانب وهو واحد من ستة عشر سعودي يعيشون في المدينة بحسب ما ذكره موقع الحملة ويقيمه وزوجته وأولاده في مستردام يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر تداول خبراً نقلاً عن صحف إلكترونية أفاد بأن سبب انتشار صور المبتعث السعودي في شوارع هولندا كان تكريماً شخصياً له لاكتشافه علاجاً لمرض السل خلونا مشاهدين الكرام نستعرض بعض التغريدات التي تحدثت حول هذا الخبر أولاها للأخت عائشة الاعتابي تقول أمستردام تكرم الباحث المسلم السعودي عامر العسيري بوضع صورته في أهم شوارعها هو اكتشف أدويات وحارب السل أوروبا تحترم العلماء متى نحترمهم حساب مجتمعنا قال في تغريدة أخرى أمستردام تحتفي بالباحث السعودي عامر الكبيسي عامر عسيري وتوزع صوره بالشوارع تكريماً له لتميزه في بحث عن المضادات الحيوية ومكافحة البكتيريا نلاحظ الفرق بين الخبرين بين خبر عائشة وبين خبر حساب مجتمعنا صحيح فواز يقول كوفه ويستاهل الله يوفقه ويوفق كل المبتعثين يا رب كانت خالد هذه بعض ردود الفعل عبر مواقع تواصل اجتماعي وتحديداً تويتر طبقاً الخبر الذي تم تداوله عبر صحيفة الرياض وصحيفة عكاد والعديد أيضاً من الصحف الأخرى نحن في برنامج إخباركم حبينا نتأكد من صحة المعلومة ونأخذها من فم أصحابها لما يقولوا لذلك توصلنا مع الباحث والمتخصص في الكيميا الحيوية الطبية عامر كبيسي وهو صاحب الصور المنتشرة اللي انتشرت عسيري عفوش أنا مصر على كبيسي عسيري طبعاً هو صاحب الصور المنتشرة في شوارع عاصمة هولندا أمستردام حياك الله عامر حياك الله أخوي شكراً لتواصلك معنا وتجاوبك خليني أسألك عن السبب الحقيقي لاحظنا في اختلاف بين الأخبار ويمكن صار فيه هجمة عليك وعلى مجموعة من مبتعثين لكن ما عرفنا إيش هو السبب الحقيقي لانتشار الصور هذه في شوارع مستردام والذي داولوها الناس عن طريق الواتساب على الخصوص بالضبط إذن أنا خليني أديك فكرة عن المشروع بشكل مبسط ووش أهدافه وبالتالي الناس هتقدر تفهم إيش الموضوع بالضبط اسم المشروع 180 أمستردامر المشروع تبنته بلدية أمستردام وله هدفين رئيسيين طبعاً هدفين رئيسيين هي أهداف تسويقية الهدف الأول التعريف بالجنسيات المختلفة اللي تعيش في مدينة أمستردام ومقابلتهم وصد تجربتهم المعيشية في مدينة أمستردام وإعطاء فكرة للعالم أن مدينة أمستردام حاضنة لكل الأطياف اجتماعياً ودينياً وثقافياً الهدف الثاني إبراج المتميزين في أدة مجالات اقتصادية واجتماعية ومن ضمنها البحث العلمي اللي أنا أمثل في هذه النقطة طبعاً تم التواصل من مقبل البلدية مع جامعة أمستردام الحرة وجامعة أمستردام وطلبوا منهم ترشيح هدد من الباحثين المتميزين من جسيات غير هولندية وتم اختياري وترشيحي من قبل الجامعة لمقابلة المسؤولين في البلدية وبعض الصحفيين من جريدة المشهورة الهولندية وزاروني في المعمل وعطيناهم فكرة عن الأبحاث اللي إحنا بنشتغل عليها وعطيناهم فكرة عن البحث الحالي اللي إحنا عامر لو تشرح لي عامر الاختلاف الحقيقي بين الناس كان هل أنت لقيت حل مرض السل ولا أنت في بحث في طور بحث هذا هو الاختلاف الحقيقي هذا هو المشكلة هنا إيش إيش الشيء اللي طلع معك بالضبط إيش هو سبب التكليم طبعا طبعا النتائج المعملية أدت بالشكل كبير نتائج ممتازة في مكافحة الأمراض البكتيرية من ضمنها السل الرئوي هذا أهم نقطة طبعا البحث لم ينشر إلى الآن وإنت ما تقدر تقدر تأكد طبعا ولا تقدر تسميه علاج لأننا عارف مرحلة العلاج تحتاج اختبارات مكثفة واختبارات سريرية على الإنسان لذلك نحن نقدر نسميها مركبات كيميائية ما يقدر نسميها كعلاج يعني بشكل أوضح بشكل أوضح أنت لم توجد علاج لكنك في طور البحث وهذا هو سبب وجود اللوحات صح أو لا؟ بالضبطي طبعا البحث مقبول ولكن لم ينشر إلى الآن يعني خلال إن شاء الله شهرين سينشر البحث طبعا البحث لمكافحة البكتيريا الممرضة وهذا هو السبب طيب سيد عامر سؤال سبب التضارب في الصحف الخبر المنتشر في الصحف ما هو مصدره هل أنت صرحت للصحف؟ لا أنا لبعض الصحف صحيفة واحدة إلكترونية وصحيفة الحياة قدم فقط أما صحيفة رياض لا مصرح لا نيائيا طيب إذن الأستاذ عامر عسير وهو متخصص في الكيمياء الحيوية الطبية شكرا جزيلا لمداخلتك إذن سلمان ومشاهدين الكرام نروح للخبر التالي أخذ امتناع موظفي مستشفى الأفلاج العام عن العمل والذي وصل لليوم السابع على التوالي منحا تصاعديا بعد أن شهد الموضوع تقديم استقالة جماعية لستة منهم للشركتين المشغلتين لمستشفى المحافظة العام وأبرز هذه الاستقالات كانت لمدير الأمن والمشرف العام احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة والمقدرة بخمسة أشهر متبقية هذا وقد اشتكى أكثر من ستين موظفا منهم حوالي سبعة وخمسين سعوديا من تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة المشغلة بمستشفى الأفلاج العام وأكد عدد منهم أن تأخر صرف رواتبهم أدخلهم في حرج فلديهم أسر وأطفال لا يعرفون من أين ينفقون عليها كون الراتب الذي يتم تقاضيه من المؤسسة هو مصدر رسقهم الوحيد الجدير بالذكر أن المستشفى بدون حراسة ومفتوحة الأبواب منذ سبعة أيام تقريبا خلونا مشاهدين كرام نستعرض بعض التغريدات اللي جاءت تعاطفا مع موظفي المستشفى نبدأ مع نور ونور يبدو أنها أحد الناس اللي يتعاملوا مع المستشفى تقول ليتو على الحراسة وبس أمي تعبانة ولا في تحاليل شاملة أحد الحسابات الأخرى رد على ذات الحساب يقول الله يرحم حالهم وبس فعلا شيء محزن عماد يقول في تغريدة أخرى للأسف الصحة تتجه عكس التيار إذن مشاهدين الكرام وللحديث أكثر عن قضية مستشفى الأفلاج العام معنا على الهاتف مفلح بن هندي الحديبي وهو المشرف العام ومدير الأمن بالمستشفى حياك رسام مفلح حياك الله أخوي بداية نرحب فيك في برنامج أخباركم ونسألك في البداية على حسب الخبر أنتم لم تستلموا رواتبكم منذ ستة أشهر ما صحة الخبر صحيح يا أخي الكريم ستة أشهر لحين سلمونا شهر قبل أسبوع مقريبا يوم يوم الخميس ودخلنا الحين في أربعة أشهر ودخلنا أربعة أشهر يوم طيب إيش الإجراءات اللي أنتم بدأتوا فيها أو ناوين تبدؤون فيها خلال أنه توجهنا المكتب العمل وقدمنا شكوى على الشركة هذه إيش كان رد مكتب العمل والله مكتب العمل قام بزيارة للمستشفى وعلى حسب الكلام اللي بعد مراجعتنا المكتب العمل لأنه تم إيقاف الحاسب عليهم والسجل التجاري طيب بالنسبة للوزارة الصحة هل تفاعلت مع هذا الشيء؟ ولا ما له دولة وزارة الصحة وزارة الصحة حطت الخلل من الشركة والشركة تقول أن الوزارة هي اللي ما تصرف في المستخلصات طيب خليني أسألك سؤال آخر أستاذ مفلح أنتم الآن لكم أكثر من أربعة وستة شهور صح أو لا؟ نعم أربعة شهور وطاعتاشر يوم لأننا دخلنا في الشهر السادس وقل لك يوم الخميس الماضي طيب وينكم طول هذه الفترة؟ وينكم ساكتين طول هذه الفترة؟ ولا ليش تطلع الموضوع الآن؟ والله طلع غصباً علينا يا أخي إننا عندنا أسر وعندنا عندنا يعني يعني كل واحد عندها عندها شي اسمها لا إله لله اتزامات الخاصة يعني كل شيء كل واحد لها بالدنيا يعني لا إله لله ظروف أي وقدمنا الشكوى وعن أنها جثت متأخر الله سبحانه والحمد لله نتمنى إن شاء الله أنه مشكلتكم هذه تحل إذن الأستاذ مفلح شكراً لمداخلتك معنا مفلح الحديبي وهو مشرف العام ومدير الأمن بالمستشفى شكراً لمداخلتك معنا في برنامج إخباركم مشاهدين كرام نذهب الآن للخبر التاريخ أكد المستشار القانوني سلطان المخلفي أن تهمة الاحتيال ستوجه إلى الفتيات التي يقمنا بخداع الشبان للحصول على المال وأضاف المستشار القانوني أنه في حال استخدام أي من الفتيات مواقع التواصل الاجتماعي للابتزاز أو الاستغلال فسيطبق في حقهن النظام الخاص بجرائم المعلومات الذي تصل عقوبته إلى 500 ألف ريال والسجن لمدة عام وأوضح أن الفتاة التي تمارس الاحتيال ضد الشبان للحصول على بطاقات شحن الاتصال أو المال لن تكون في مأمن من عقوبات وغرمات نظام الجرائم المعلوماتية صحي خالد وحتى وإن كانت قيمتها مبلغ عشرة ريالات وأكد أن هذا التصرف يوجب العقوبة والغرامة وأشار كذلك إلى أن الكذبة والتدليس للحصول على منافع وإن قلت قيمتها تكون له عقوبات لا تدركها الكثير من الفتيات وقال عند تقدم الشاب الذي تعرض للكذب والخداع بشكوى فسينظر لها القاضي إذا استخدم الانترنت في الابتزاز أو التدليس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الواتساب كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تنص عقوبتها على استجن سنة والغرامة 500 ألف ريال إما إذا لم يستخدم بها النت فتكون عقوبتها تعزيرية خاضعة لنظر القاضي طبعا هذا الخبر لقي نصيبه من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر نبدأ مع نايف الصحفي يقول متخيل وهو رايح لقسم الشرطة يشتكي ويقول أنا تخرفت أبو طلال يقول تم وضع قانون للخرفنا رغم صخفها دون أي مطالبة ولم يتم وضع قانون التحرش رغم مساسه بالعرض رغم آلاف المطالبات وجهة نظر يعني تعبر خلينا خالد نروح للخبر التالي تمكن رجل أمن بمحافظة الخرج من إنقاذ 16 طبيبة وتأمين خروجهن بسلام من مقر سكنهن الذي تعرض لحريق أمس الأحد حيث قام بتوجيه الطبيبات لمخارج الطوارئ ومن ثم تفتيش الغرف كافة للتأكد من خروج الجميع وقالت مصادر إن رجل الأمن ويدعى أحمد عوض تحرك لموقع الحريق بإسكان مستشفى الملك خالد بالخرج وعمل على تطبيق كل إجراءات السلامة والإخلاء وقد تعرض نتيجة لذلك لوعكة صحية بسبب الدخان الكثيف حيث تم وضعه تحت الملاحظة بطوارئ المستشفى ويذكر أن الحريق اندلع مساء أمس في إحدى الغرف بمبنى تابع لإسكان مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان الخدمات الصحية وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحريق وتمكنت من السيطرة عليه حيث لم تسجل أي إصابات الحمد لله على السلامة للجميع خالد مشاهدين نذهب إلى الخبر التالي إذن مشاهدين الكرام تسعة وثمانون ساعة هو الوقت الذي ستهدره من عمرك كل عام في شوارع جدة وثمانية وثمانون ساعة فيما لو كنت تعيش في الرياض هذا ما تؤكده أرقام الشركة المتخصصة بقياس مستويات الازدحام حول العالم توم توم والتي تصدر مؤشرا سنويا للمرور لنحو 295 مدينة منذ خمسة أعوام ويهدل سكان الرياض وجد ما معدله 23 دقيقة يوميا خلال أيام العمل فيما يسجل الخميس النسبة الأعلى من بين أيام الأسبوع في نسبة الهدر طبقا لإحصائيات الزحام تلافي هذا الهدر يتطلب تغييرا ذكيا في خطط السفر اليومية سواء بتلافي أوقات الذروة أو التخلي عن بعض الطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية طبعا هذا الخبر لقي نصيبه أيضا من التفاعل عبر المغردين في تويتر نبدأ أول تغريدة مع فهد يقول يولا ضاع وقتي يوميا ساعتين في الزحمة رتويت أحد الحسابات يقول ساعة لدوامك وساعة راجع من دوامك لبيتك يعني في اليوم ساعتين وفي اليوم طبعا في اليوم ساعتين 10 في الأسبوع و40 في الشهر إذن 480 ساعة في السنة وشكرا أعمل إحصائية سريعة حامد الزهراني يقول تذكرت واحد عندنا كان عايش في جدة يقول عشت في جدة 20 سنة خمسة مننا هو أنا عند الإشارة لا بعد وقعته 30 سنة إذن خائد مشاهدين الكرام خلونا نذهب الآن إلى الخبر التالي نبدأ تهدر قوبات وغرامات بصراحة لأن هذا الشيء يعني لا يقبل عقل والله ما يقبل عقل وتكون هذه سلمان نعمة من الله عز وجل الهبة الذرية والكثير من الناس يعني يتمناه ويحلم بها وقد يكون بعض الأشخاص مستهتر بهذه النعمة التي لا قدر الله ربما في حركة بسيطة قد يسقط لا سمح الله إذن مشاهدين الكرام وإلى مكة مع هذا المقطع المتداول شاب متهور يتحرك على حافة برج الساعة نشاهدين ومع هذا المشهد المؤثر لمواطن عثر على رضيع ملقى بجوار مكة نفايات ومواطن آخر يتكفل برعايته نشاهد ونختم مشاهدين الكرام بهذا المشهد الغريب والعجيب بعد زواجه عليها مواطنة تقدم لزوجها كيكا مزينة بالورود ومبلغ عشرين ألف ريال سعودي إعانة منها نشاهد هذه عانية مجاهد الله يتزاها عني خير تزوجت عليها وعانتني بعشرين أفرياء الله يتزاها خير ويخف عليها خير ويرزقنا بياها الذريها الصالحة ويبارك لنا ولها إذن خالد بهذا الفيديو آخر مشاركات مشاركات الجمهور شكرا لحلقة اليوم خالد شكرا لك سلمان وأيضا نتمنى المشاهدين الكرام التواصل معنا على برحساب البرنامج على تويتر أخباركم وأيضا أرقام التواصل عبر الواتساب لإرسال ما كل تودون أن ترسلوه لشاشة برنامج أخباركم شكرا لمتابعتكم ومشاهدين الكرام نلتقي بكم بإذن الله في تمام التاسع من يوم الغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة